صباح الخير يا صباح السعادة يا صباح التفاؤل صباح الخير عليكم عايزة انا مشاهدين ازايكم عاملين ايه وحشتونا طبعا من الاسبوع اللي فات صباح الخير يا نادا صباح الفل ايه ازايك عاملة ايه الحمد لله كل سنة وانت طيبة النهاردة اول رجب وانت طيبة واصرتك بخير وصحة ومسعادة كل زانة وبابا وماما طيبين وكل سنة وكل الاصر كل بيت مصري وغير مصري بسحة وسلامة وسعادة وان شاء الله يكون شهر مبارك علينا باذن الله احنا النهاردة معنا ايه معنا اللايف كوتش حسن ذكر نطلع فاصل ونرجع نتعرف على اللايف كوتش معنا ونكمل حلقات مرجعنا لكم بعض الفاصل وانتابع مع بعض حلقتنا النهاردة في برنامج حكوينا بالمصري طبعا انتوا عارفين النهاردة معنا لايف كوتش حسن ذكر لو كتبنا على الفيسبوك لايف كوتش حسن ذكري هنلاقي ناس كتيرة جدا عملاله فولو بس هما ما يعرفوش مين حسن ذكري شكله ايه التارجت عندي مسموع انا شخصيا حسن ذكري كان تارجت عندي من سنتين ان انا اتواصل معي وكلما كنت اجي اقول ان انا اتواصل معي على البيتش بتاعته لا هو مش هيرود لغاية ما جاي حاجة كده من حوالي اربعة ايام قلت انا لازم احاول ان انا اتواصل معي وزي ما تيجي تيجي وبالفعل تواصلت معي ورد علي وهو موجود معنا النهاردة في الحلقة ومنورنا في الستوديو مع فريق العمل والاداب زك يا كوتش اخبرك ايه بص هو تارجت هنا يعني لما بحط حاجة هنا لازم عمزها ربنا يخليك يا كوتش اخبر حضرك ايه تمام نورتنا نبدأ لايف كوتش حسن ذكري انا عايز اول حاجة كده ما اقولش ايه ازاي افرق باللايف كوتش واللايف كوتش ممكن اعرف الاول يعني ايه لايف كوتش اللايف كوتش ده بدأ في امريكا في التمانينات هو الاول بدأ عشان خاطر يحفز اللعب الرياضيين زي مثلا بتقول الولمبيات والحاجات دي عشان خاطر يترجطه حاجات احسن ومدليات والكلام ده فهو كان بيستعمل ده عشان خاطر يشيل معوقات ويخلي اللاعب او اللاعب عندهم تحدي اكبر انه يوصل لأقصى هدف او اقصى نجاح عن طريق انه يشيل معوقات اللي عنده ويخليه ينمي فيه القدرات انه هو بيتخطى الصعاب والحاجات دي ده بدايته في الاول خالص وبعد كده بدأ مع المدرين تدريب المدرين وبعد كده بدأ مع تدريب الناس اللي تحت المدرين ازاي المدرين يتعاملوا مع الناس مع السطاف بتاعهم مع التيم بتاعهم وبعد كده لزيادة الانتاجية وبعد كده مع تحت المدرين وبعد كده طبعا التحديات الحياة والعقابات اللي بتواجه الناس فبقى موضوع عام ويجنر عليهم تهيئة اه تهيئة 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 ايه الفرق من حضرتك وبيني انا وانت اوكي اولا لايف كوتش بيشتغل على المستقبل مش بيشتغل على الماضي المعالج النفسي او الطبيب النفسي طبعا فيه فرق كبير بين الاثنين بيشتغل على الحاجات اللي فاتت على الحاجات الماضي على المشاكل اللي حصلت في الماضي وبيحاول يعالجها وبيوصل للماضي اللايف كوتش بيشتغل على المستقبل ازاي الشخص ده يتخطى الماضي ويبص في المستقبل وإزاي يحقق هدفه ويعرفه الأول ويمشي على خطوات سديدة ناحية المستقبل بتاعه وتموره يعني ممكن أنا وإنت نتجمع مع كلينت واحد؟ أنا ما عفيش مشكلة ده شرف لها طبعا لا مش قضي ما يشرف راحب هو ده شغل وده شغل ده بيعالج الماضي ده بيركز على المستقبل إزاي حياة تتبقى أحسن وأريحة فطبعا ممكن يتعامل مع بعض عائلة آه يعني ممكن مثلا سي إن فيه كاس مش عارفة إن هي تتخلص من الماضي فأنت هتيجي هنا تستخدم تجيب مثلا سايكو سيرابي إن هو يتعامل معي وتروح أنت داخل بقى بالتحفيز الحاضر والمستقبل والدنيا طبعا ماشي إزاي فممكن يبقى فيه دم جيباني تمام كده ممكن نتعاون مع بعض يعني معنا كده إن أنا حضرتك هتخليني أقدر أتحكم إن أنا أفكر إزاي إن أنا أتعامل مع الحوالي إزاي إن أنا ودخلى مثلا شغل جديد هدخل إزاي أي صحي كده؟ طبعا تمام طبعا بس أنا ما بقولش حضرتك أنت تعملي إيه أنا بديك الطريق يعني أنا ما بديش تعليمات أنا بديك الطريق بدربك أنت طريقتك هيتمشي معك أنت تستعمليها يعني ما بديش كل شوية أعمل كذا أعمل كذا أنا أخليك أنت تتعاملي إرشادات؟ معنا كده أو الإرشادات زي ما بتقول نادا إن كل شخصية حضرتك لازم تدرسها كويس عشان كل حد هتتعامل معها بطريقة مرة طبعا طبعا الناس متغيرة طبعا صحي كده؟ طبعا مثلا زي إيه مثلا يكتش؟ يعني مثلا حد عايز ينجح في شغله حد عايز ينجح في علاقته بالناس حد عنده مشاكل مع أسرته حد عنده مشاكل مع البيئة المحيطة به إزاي تعمل مع الناس ويكون مرتاح وهم مرتاحين معه يحقق أهدافه وطموحه يفهم إيه الهدف بتاعه أصلا المفروض يعرف يعني يعرف يوصل لهدفه أصلا في الأول لأن فيه ناس بتحقق نجاحات وبتبقاش مبسوطة به إن هو أصلا أصلا ده مش هدفه يعني أنا أقدر أقول كده أن أحرارك متطفق مع ستيفن كوفي لما كان بيقول في العادة من ضمن العادات أول عادة ابدأ بالأهم ثم المهمة اللي هو أحدد هدفك أه لازم تحدد هدفك طبعا طب نفترض أن أنا مش عارف أن أحدد هدفك ومش عارف أن أعايز إيه أيوة بسيطة جدا هتعمل إنت إيه بقى تفصيل يا كوتش تفصيل الحاجات اللي مدايقكي أكتبيها فرقة وحرقي لا وأعملي عكسها إزاي أعمل عكسها أنا مسلا شغلي مدايئني أنا مسلا حياتي مش مصبوط عشغل مدايئني في حاجة أعايز نغيرها أشوف الحاجات اللي مدايقان بس ما أكونش عارف أني أعايز إيه فلما أشوف الحاجات اللي مدايقاني وأعمل عكسها إيه يبقى هو ده اللي أنا أعايزه هتعلم اتبع؟ تبع عكسها ازاي مثلا يعني مثلا الأشغلة ده مدايئن هنشوف شغلتين أو أو مثلا الطريقة اللي أنا ماشي بيها دي مدايقاني يبقى ألاقي طريقة تانية، يبقى أنا هدفي أن أنا غير الطريقة التاعتي مش عارف مش عارف أجلت أراضي دي بتبقى خطوات بقى يعني أنا لايف كوتش اللي هي بخطوات تبديني خطو أعتبرني كلها أنت بتاعتي وأنا بقولك أنا مش عارف أنا عايزة إيه طيب، إنت إيه اللي مدايقك؟ اللي مدايقني؟ حي كتير ماشي، ما عارفت تقوليها إنه أخذ خصيصا يعني خصص أيو، ما هو ده اللي نتكلم فيه تكتب الحاجات اللي مدايقك وتشوف عكسها وتوصل لها، يبقى دي هدفك أنت تسألتيني أنا عايزة عارف إيه أهدافي ماشي، أنا مداياني إنه أنا دخلة في كذا حاجة والغاية دلوقتي ما وصلتش للحاجة اللي أنا عايزة خلاص، يبقى أنت تحددي حاجة واحدة بس مهمة وتخش فيها الأول لغاية ما تلاقي تعملي فيها ستابس كويسة موهنا يا كوتش مش عارفة إيه الحاجة اللي أنا عايزة عشان كده أنا دخلة في كذا حاجة ميبي ممكن يقول لما أتوسع وأبقى هنا وأكتر أكتر أوصل للحاجة وقول هيا دي اللي أنا كنت عايزة لأ إيه بيتحددي النقط بتاعتك النقط وتشوفي أنت ما هي للأنهي أكتر وأنهي قدراتك توصل لها أسرع وأقوى وأنجحة لأن أنا ببقى عندي كذا نقط أنا ماشي كذا اتجاه بس قدراتي أنا عارفها عارف قدراتي إيه فإيه اللي هيوصلني لوحدة فيهم أسرع وأبقى بروفاشنل فيها أكتر أو متخصص فيها أكتر أو أنجح فيها أكتر وأمشي فيه في الاتجاه ده سيان مثلاً أنا دخلة إذاعة وجدت الفيزيون مثلاً حدد بها عايزة دوت أو عايزة الطريق ده أو عايزة الطريق ده عشان عرف أنجح في حاجة من الاتنين حالك تؤسط حاجة كده مثلاً؟ اه حاجة زي كده الكاتيجوري دي أشوف أنا قدراتي إيه والحاجة دي عايزة إيه أكتر يعني مثلا حاجة من الاتنين أنا قدراتي في واحدة أعلى سبعين في المائة، ثلاثين في المائة، يبقى مشي في اللي أنا قدراتي فيها أعلى لكن ممشيش في الاتنين مع بعض وأقول ممكن بعد كده أتحسن في حاجة أو حاجة تشيل حاجة لا هو المفروض، السؤال أصلا جي لأنها متضايقة لأنها في كذا اتجاه ممكن أن يكون محدش لأن البلان هذا مش متضايق وناجح وعنده بلان اي و بلان بي و بلان سي و بلان دي وده نوع من أنواع النجاح أصلا وبنسبة بلان اي و بلان بي بقى و بلان سي ليه دايما لما منيجي عندنا تارجت معين أو حاجة معينة نعمل بلان ايه؟ ما نفعيش؟ نبقى نجاهزين بلان بي، ما نفعيش؟ بلان سي بقى آخر حاجة، ليه؟ ليه دايما بنحط الحاجة دي؟ لأن حضرتك أنت عشان توصلي للطريق بتاعك فيه طرق، الطرق فيه أنواع فيه طريق استريت، فيه طريق أمشي كده شوية، فيه طريق أمشي كده شوية على حسب قدراتك أنت تقدري توصلي الكلام وبتختلف عن الناس يعني ممكن حد يوصل للطريق مباشر هو قدراته كده أو تفكيره كده، أو كريزم بتاعته كده فيه ناس تانية ممكن لازم تاخد خطوة أول أو خطوتين قبل ما توصل الكلام ده هيكون أنجح وأحسن، فلازم يكون عندي كذا خطة عشان لو حصل تحدي، مش قادر تعديد الوقتي، لا احنا فيه عندي طريق تاني وبعين فيه حاجة تانية؟ ما تعملش نفس الخطوات وتستنع نتاج مختلفة عشان كده يا لازم يكون عندك كذا خطة عشان لو طريق ما نفعش أو تقفل، لا أنا مستسلمش، ما أعش أقف تاني، وأجرف في طريق تاني، يبقى عشان أوصل لهدفي لازم أغير الخطوات، يعني هتعمل نفس الخطوات، هتجيب نفس النتيجة تمام؟ طيب أنا هنا هتحكم في أفكاري إن أنا هكتب أنا إيه اللي مدايقني وحامل عكسها، هتبصره واضحة شوي لو أنا هتحكم في مشاعري وأحاسيسي، لو أنا مثلا بتعرض لموقف ما بعرفش إن أنا في وقتها إن أنا أعمل إيه؟ أو ممكن أتحط في موقف إن أنا فجأة لاي نفسي خلاص مش عارف أعمل حاجة في حعاية مثلا، أنا مش عايز أعمل كده، إزاي أتحكم بقى في مشاعري أو أحاسيسي بقى؟ وهل هنا كدش الأدريلالين ليه وظائف في الحاجة دي دا؟ طبعا لا، هو أبصي، أخليك على حاجة دلوقتي أنا لما أكون عايز أتحكم في مشاعري أو مثلا حصل لي موقف وأعايز أتخطاه أهم حاجة في الموضوع دا إن أنا أهدى وأفكر في رد الفعل وأفصل وما أخدشي الموقف إنه personal يعني مثلا أنا حد مثلا تكلمني طريقة ما عجبتنيش في وضع معين أنا ما أخدش الموضوع دا إن هو بيعمله بشكل شخص ليه مش موجه ليه أنا أي إيه هنا أو أي اتحكم إن هو عنده مشكلة مثلا أو عنده حاجة مدايقاف حاجة معينة مش أنا فأنا بهدى وبفكر شوية أبن ما أخد أي رد فعل بحاول أهد نفسي من جواه دا بيجي بالتدريب على أي موقف يعني بيجي بالتدريب بس ممكن أن أعمل كده؟ أه طبعا طبعا في ناس بتعرف تحكم كويس قوي وده بالتدريب مع نفسها وده بيبقى عايز حالة من حالات أنت تنفرد بنفسك ساعات معينة في اليوم بتضرب نفسك أنت تبقى عادي وساكن وتفصل كل حاجة عن الحواليك بتضرب نفسك أنت تتعامل مع نفسك إزاي؟ هتقول لي ساعات معينة؟ يعني أوقات معينة في اليوم يعني بتحدد نفسك وقت في اليوم ده سبيشال ليك أنت تبقى هاي دي خالص نقعد مثلا ربع ساعة أو نص ساعة دي بتاعتي لا أحد تدخل علي الأبوضة مثلا فين أنا عايزه أه طيب ما تفكر فيه تحصل علي انا لما بفكر في حاجة بلايه وقدمي صدفة بقى عقل الباطن كان عايزها حصلت ايه عايز اعرف القصة دي ايه بس بك لا هو انا دلوقتي في العقل الوعي والعقل الباطن تمام الشغل على العقل الباطن بيبقى العقل الباطن اقوى فكرة انا لو العقل الباطن بتاعي مقتنع ان انا اقدر اعمل حاجة هعملها وهتجيلي بس يكون مقتنع مش كلام يبقى انا من جواه مقتنع مقتنع والاقتنع ده بيجي ازاي ان انا اكون صريح مع نفسي انا انا ما اقولش حاجة واعمل حاجة تانية لان كده العقل الباطن نفسه هتلقبط يعني مثلا انا بيني وبين نفسي ما حاولش اتحكى عن نفسي فيبقى عندي سلام نفسي فابقى امركز لان عقل الباطن قدرته اعلى فبيوصل للهدف داعه وما فيش حاجة اسمع صدفة هي القطر ما فيش صدفة طب التواصل الروحاني والحساساتة والحاجات دي كلها ايها طبع علاقتها بيه؟ التواصل الروحاني والحساسة دي تبقى هيبقى عندي ربنا تبقى قدرات لو تتعرفها ازاي منه مع الشخص؟ لا هو بيبقى اللي عنده حساسة بيعرف لانه هو بيحصل له مواقف بيحس بموضوع او بيحس بحاجة قبل ما تحصل زي ان كمان دي بيبقى انطباعات مش كلها حساسة بيبقى انطباعات من العقل الباطن العقل الباطن شغال على طول بياخد ثور ممكن يكون حصل مواقف قبل كده فلما انت العقل وقع مش اخد باله منه بس العقل الباطن خد صورة المواقف ده وعنده خبرة وخلفية في المواقف ده فبيديك انطباع ان الموضوع ده مثلا يعني مثلا الشخص ده بيكتب عليك او الشخص ده مش جاي في المعاد هو عمل حاجة قبل كده بس انت مخدتش بالك منها بالعقل الوعي او خبرة مع حد سابق عمل نفس الحركة العقل الباطن خد باله منها بس العقل الوعي لا فانت بتحس انه مش جاي ومعها تطلبتك معنا اتصال حالو هالو ايوا استاذ سالوى ايوا سلام عليكم عليكم السلام قدالي انا مبسوطة والله حدرتك لانا كلمتك جدا والله ربنا يخليك يا فاندم والله بجد انا من زمان والله استنين اتكلم عليك وحنا من زمان مستنينك شرفتين انا استاذ سالوى فضلك والله لعا از امبسوطة بس اشعرك بس اشكر حدرته وبس تصرر مع حدرتك بير مانسي امين عندي كيس سؤال عايزة تسأليه في العقل البطن لا والله يعني مبسوطة بس اللي أنا كلمتوك يا فندم شرفتينه ويا رب دائما بنبسطك مرسي لتسألك حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي بنفترض ان دي افتراضات حكم مصبك ممكن يحسب كده وكلنا بنفترض وبنحط احتمالات وأحكام مصبكة هل دي برضو من دور العقل البطن؟ حكم مصبك على ايه؟ على المواقف الزبط ايه المواقف؟ احدد المواقف يعني انا مثلا كنت بتعامل مع شخص سي وانا انا حسيت ان هو هيعمل كذا عقل البطن قال لي ان هيحصل كذا فانا حكمت بناء على العقل البطن بتاعي انه هيحصل كذا فلما جيه ما حصلش كده بس انا قلت له هيحصل كذا 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 فانا كده حكمت حكمه مصبك وافترضت افتراضات ما هو عقل البطن هو اللي ادهالي ما هو مش كل الحالات عقلك البطن اللي بديهالي بيبقى حاجة من جواك انت شايفة الموضوع من وجهة نظرك انت هيخلاف وجهات نظر ممكن تحكم غلط اه ممكن تحكم غلط طبعا طبعا في فرق بين ان تجربة حصلت قبل كده مع حد ما هو ممكن تجربة تحصل مع حد عقل البطن ياخد عنها انطباع والحد الثاني مختلف فما يعملش نفس الرد رد الفعل تمام؟ فعشان كده بقول حركة فكري او اهدي شوية قبل ما اي موقف فكري فيه وركزي بس لان الشخصان بتخطي الفرد فعلها؟ كوتش هاداك كنت بتقول في الاول ان حضرتك اساسي مع اللعيبة لما يكونوا داخلين مباراة مثلا او دخلة ده اصلا بداية اللعيف كوتش هادا اه البداية تمام لما يكون عندي مثلا لعيب مثلا بيبقى فيه توطر جمد اوي بيحصل بعد فترة مثلا لما بيدخل مثلا بيدخل سيان بيه فيه جون مثلا جنين خلاص توطر اوي اللاعب ده المفروض ان انا مثلا اعمل ايه مش معايا لايف كوتش في الملعب بس انا عايزة اوصل البنت اللي معايا او اللاعب اللي معايا انا اهديها وابوصلها المرحلة احسن من كده شوطرها فتكام يعني هو الجيم ده فيه جيم تاني ودي مش نهاية تلكون تمام والنجاح في حد ذاته اللي ماوقعش مش هنجح شرط في النجاح انه نقع وان انا افشل هو مش فشل هو وقعت بقوم تاني التحدي النهاية دي مش اخر مرة مش علينا انا مثلا اتكلم معاها او اووصلها حاجة او حاجة كده مثلا لا مفيش مشاكل وانا زي ما بقول حالاتك كده هو لازم يتقلها ان دي مش اخر مرة وليك مرشات تاني والدنيا مكسب وخسر يعني من نهاية مؤلمة بداية جديد اه النجاح النجاح مفيش حد ناجح قوي الا ما وقع كتير اوه بس ده رد فعلي متكاجر يعني صح كده يعني هو انا في شخصية يعني هي دي حصل معاها كذا حاجة كده يعني بيحصل نفس الكلمة او نفس الكلام كده في موتشوات مثلا ايه الفرق بين الوينر واللوزر که الفرق بين الوينر واللوزر يعني المين يكسب موتش ومين بيخسر موتش والتي بيكسب اللي هو خسر تازم مرة اللي كده اقناع ل Abuن بتاعه وهل يا كوتشي فعلا ان انا لو انا حطيت ان انا انا لازم اعمل حاجة دي اعملها فعلا إحنا قدراتنا أعلى من إحنا نعرفه بكتير بمعنى؟ من توقعتنا يعني أنا قدرة البنيات ربنا حطت فينا قدرات أعلى من إنت ترفع عن نفسك بتتحفز بالحاجات المحفزات أنا ممكن أحفز نفسي أنا هقدر أعمل كده وهعرف أعمل كده وبيبقى عندك في خطوات زي مثلاً لو أنا هوصل للنجاح ده في مئة خطوة ربنا ميديك سبع تمن خطوات تفتح لك خطوات تانية بس إنت تبدأ لما تمشي على موضوع ده خطوة في خطوة تفتح السكة تفتح زي الجامس تفتح السكة تفتح السكة بالخطوة بعدية طميم أحياناً بيبقى الرمود بتاعنا مع شخص أو كذا شخص بيبقى عارف فين الحتة اللي بدينا يروح هو دايس روحنا متحولين ياخد مننا نطقة الإجابية بتاعتي اللي بتديله كل حاجة هو عايزة ويديني السلباء اللي كتعلم إزاي أوقف التحكم بالرمود ده إزاي؟ أعمل إيه؟ أتحكم في نفسي ما دلوش فرصة أتحكم فيها أصلا Nothing personal ما فيه شيء شخصي لو اقتنعت من جواي إن الموضوع مش شخصي الموضوع نتاع ده اسلوك وهو أتاتيوده هو حر فيه يعني هو عمل معي اسلوك وحش ده بيدل على اسلوكك أنت أنا مليش دعو بموضوع ده خالص لو فكرت في الطريقة دي هتلاقي نفسك هدية في كل المواقف يعني حضرتك لأن هو هو مش ميقيمني أنا اللي بقيم نفسي أنا قيمتي مش من كلامه ولا حاجة يعني مثلا رأيي شخصي أيها رأيي أيها طبعا طبعا رأيي حد شخصي مثلا أنا مثلا مش ناجح أوكي؟ لا موضوع شكرا هشتغل على نفسي يعني كله يرجع لنا آه يعني لو هو أنا أي أنكلمة اللي بتقلم لازم أكون واثق من نفسي بس ده 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 أن الناس بيبصوا من منظرهم هما ممكن يكون منظور عينيه هو أنا مش ناجح لو أنا صدقت أنا فعلها مش ناجح آه لا ما صدقوش آه أولي حركة حاجة أولي حركة اللي بينجح اللي بيقارن نفسه بنفسه مش بيقارن نفسه بالآخرين إزاي؟ يعني قارن نفسي أنا كنت فين السنة اللي فات ودلوقتي أنا فين؟ أنا بعمل كده لما بحس أن أنا أحس أن أنا مش عارف أعمل اللي أنا عايزاه بروح فاتحة الدرجة التايوم طلع كل شهاداتي كل حاجاتي يبقى قارن نفسك بنفسك أنا عملت ليه مش عارف أعمل؟ لأ دي خطوة فعلا تحفيزية لما كنا عايز أنجح في حاجة أشوف الحاجات اللي أنا نجحت فيها قبل كده أكتبها صح طب ما أنا عملت دول ليه لأ أعمل دي كمان أعرف أنجح أعملها ليه لأ؟ ستن إزاي كون متفائل محابب الحياة أعمل إيه؟ يعني الحياة فيها حاجات جميلة إن أنا المتفائل دي لازم أنا أكون عندي الموتيفيشن الدافع إن أنا مبقاش واقف مكاني إن أنا أتغير الحاجات اللي بدأي أنا أغيرها مش عارف أغيرها عادته تقاليد هي كده؟ لا ما فيش حاجة أسمعها مش عارف أغيرها ما هيش دعم عادة تقاليد أنا عايز أوصل لحاجة معينة وماشي في طريق معينة مش موصلني لحاجة لا أغير الطريق أعمل سيستم جديد زي الويندوز كده الويندوز بتاعي لما بيعطل في الكمبيوتر وما بيبقاش شغال زي الأول ما أنا بغير الويندوز بيشوف الحاجات اللي وقع فيه وبعمل حاجة جديدة أبديد أه أبديد ألحى ستتطورات الكيميونيتي الحوالية والتغيرات الحوالية والناس الحوالية طيب تسمح لي أسأل حالك سؤال شخصي؟ مفضل؟ مين حسن ذكر؟ ووصلت لزي اللايف كوتر؟ والله هي هو بالدراسة ومذاكرة ودي حاجة أنا بحبها على المستوى الشخصي وأنا بني عدم عادي جدا ولايف كوتر عالي جدا فيش أي مشاكل خلال بس كبه بس كبه أي اللي إجابة المختصر؟ بس كبه لا أنا مش عايزة المختصر بس كبه بس كبه أخدتها ازي روحت فين؟ تعملت مع مين؟ مين اللي لاحظ فيك حاجات؟ بص بقى طيب أنا واخد دبلومة أمريكية وأنا في دبي عن اللايف كوتشينج واللي خلاني لفت نظر الموضوع ثيرابي وأنا كنت في الإمارات وثيرابي مصري الله أمسي بالخير بس بس طيب شخصية تعلمت منها وأنت برا أفادتك كتير جدا وتقدر تقول ليها فضل عليك أنا بتعلم الناس كلها من المواقف كلها تمام بخزن وبتعلم موقف اللي بيعد عليك بحلله هطلع منه بحاجة مش 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 شخصية معينة من كل الناس تمام إحنا مفروض نعمل كده؟ طبعا يعني أنا مفروض كل الشخصية تعدي عليها أعود أحللها عشان أعرف أطلع منها بحاجة لا أي موقف يعدي علي أعود أحلله وأخزنه أنا كده هتعب أولا دكتور لا هو مش مش تحليل معتها يعني الموقف اللي بيعدي عليها مثلا في حد بيعمل حاجة بطريقة معينة أنا أخد بالي منها عجبتني بتعلم منه طول ما أنا ماشي بتعلم من مواقف ومن الأشخاص من الناس ومن حاجات اللي بتقابلني من أنا بقع وبقف تاني ما بعرفش أوصل لنجاحي وباوصل ليه في الآخر كدش حسن شخص مسهل علامة استفهين ليه مسهل؟ ليه مسهل؟ ليه مسهل؟ لأ أنا سهل جدا جدا وبسيط جدا جدا وواضح جدا جدا من رأيك الشخصي؟ بالزبط الإيماءات يا كوتش ولغة الجسد مع الكلينت ولو في الفون لا هو لا هو أنا هتكلم على لغة الجسد بشكل عين تمام لغة الجسد بينقسم لكذا حاجة الاي كونتك والفيس والحركات الجسم والوقفة نفسها بالنسبة الاي كونتك ده اللي احنا بنستعمله في التعامل مع الناس مثلا حاجات بسيطة زي هي مثلا إن أنا بتكلم مع حد ببقى مركز معاه في عينه تمام؟ ده بيدل على الثقة أو ده يوثق من نفسه هل فعلا بتركز في العين ولا هنا؟ لا في العين في العين في العين وطبعا في حركات العين بتركيز يعني هو في فرق بالاتنين يعني مثلا إنه لما تكلم حد وتلاقيه هو ما بيبصش في عينك ده مش محتمل بالكلم انت بتقوله أو مش منركز معاك أو عايز يخلص الحديث أو أو مقلق من حاجة طب ليه نفترض الافتراض ده موك يكونوا مش بيحب يبص الحد لا أنا ما قلتش معظم الوقت أنا بقول لما بيهرب معك لما تتكلموا في موضوع ملايقه ويهرب من الكلام تلاقيه يعني مش مركزة معاك أحياناً بردو لما باجي بتكلم مع حده في موضوع مش باهر بس أنا مش عايزة ما بعرفش أبص الحد لا الموضوع مش عاجبك هو الفترة انت ببص في عيني اللي قدامك وما بتكلم ده غير بقى الخجل طبعاً فيه ناس أول ما هي طبيعة الناس بتفرد فيه ناس طبيعتها كده ما تبص للعين ده مش مش كده بقى خلاص لا أنا باعيزة أوصل معاك لنقاط اللي هو ممكن تكون طبيعته كده أه مفيش مشاكل مفيش مشاكل وفيه مثلاً حاجات تانية في محيط العين يعني مثلاً لما النص الشمال بتاع المخ مسؤول عن الذاكرة النص اليمين مسؤول عن الإبداع فلما يكون بيكلم حد ويبص نحة الشمال يبه هو بيفتكر وكلامه حقيقي مثلاً بيبص نحة اليمين يبه هو بيحور علي وطبعاً ده بيفرق من إنسان لإنسان الأشوال بيبقى عكس مثلاً فيه كده يعني ما يعملهاش حاجة معينة بس بنعرف الجنرال نعام يعني أركض مخلوق لا ما هتفرق من الناس للناس بقى ما هو إحنا ما بنستعملش الكلام ده طبعاً فيه ناس بروفشنال في الكلام ده ومتخصصين أنا بتكلم عمتاً بديه علم كبير ودكاترة وقصة كبيرة يعني أنا بتكلم من حاجات البسيطة العامة يعني يعني مثلاً لو بصت لفوق وأنا بتكلم في حاجة يبقى أنا بحلم بحاجة يبقى أنا هحقق طموحي لو في حاجة مدايقاني مثلاً ببصل تحت أنا مكسوف منها هتلاقي اللي قدامك بيبصل تحت أنا على ما أتذكر أيام الجامعة كان فيه دكتور كل ما يجي تكلم معي يقول لي أنا نفسي أعرف اللي فوق ده هينزل إمتى أنت ليه دايماً بصت فوقت وأنا بعرفش أبصل حد فهل ده كان طموح عندي لما أنت بتكلم عن طموحي أو حاجة أنت عايزت غصباً عنك ببصل فوق وهو فعلاً لما نجي نواجه حد غلطان وإحنا عارفين أنه هو غلطان فعلاً وبنتكلم في موضوع غلط هو ما بيبصش له هو دايما البصص لتحت لأنه هو عارف أنه هو غلط كده بيهرب ما هو ده أنا بقوله في الأول أنه هو البصلة مش مركز في عينك ده بيهرب أو إلتقى في الموضوع اللي بيتكلم فيه أو مش مرتاح في المكان في الحديث ده هو مش مرتاح إيه كامل؟ فيه حاجات زي وضعية الجسم مثلاً متكئ ده بيبقى عنده يعني كده ده عنده ضعف في ده لو هو واقف ألا هو قاعد هو قاعد وهو واقف الواقف ما هو شابه متكئ هو قاعد الطبيعي بيبقى الواسط بيبقى أحسن إنه هو وثق في نفسه زي القاعدة تاعتدي ما بيبقاش أوي أو أوي أو مثلاً أكون بتكلم مع حد وحاطت بيني وبينه حاجة حتى ألم ده كده بدافع دفاعي ده كده موقف دفاعي دي موقف دفاعي يعني ده دفاعي مثلاً زي سأل مكرقاتها حضرتك كنت في ميتنج من فترة وكنت قاعدة عاملة كده بالفعل فالشخص اللي هو مش مصري ولكن قال لي أنت بردانة؟ قلت له لا راح ألم حد بيش حد يقعد معي في الميتنج أعمل كده أنت كده بتاعتدي موقف دفاعي ما بتفرق برضو بين شخص التاني أعم وفي حاجات تانية زي لما كاف في إيدك يبين ده دل على الصدق والصراحة لو أنت بتكلم بتكلم بحرك إيدك كاف في إيدك بين دل على الصدق والصراحة أعم إيدك مستخبئة أو مخبيها أو ظهرك ده مش وفي حاجات تانية كتير حركات كتير زي دي مثلاً عند الناس معينة ده كده ينهار أو بيضان عطوبة من كده أو مثلاً مكسوف بيقول حاجة فبيحط إيده على بو وهو مكسوف بيقول حاجة بمخجول منها البادي لانجوش كتير لايف كوتش حسن هو حضرك شايف إن لايف كوتش ماخد حقه عندنا يعني المفروض أنه يكون في أماكن معينة مش موجود فيها حلو السؤال فيين؟ في مصري يعني؟ عادي لا هو في مصر بدأ ينتشر وبدأ يبقى تمام بينتشر وتمام بس مش الكوتش مش اللايف كوتش كل يعني دلوقتي يبقى أي حد لايف كوتش يا كوتش لا هو قصة دي أنا بتكلم على برا مصر وجوه مصر برا مصر أصلاً هو أصلاً بدأ في أمريكا فأكيد في أمريكا يبقى أقوى من هنا هو يعني برضو ممكن يكون الناس مش عارفة يعني إيه لايف كوتش أو مثلاً بيخلطوا بينهم بين حاجات تانية أنا ما احترامل حضرتك أنا يعني في كتاب أمريكا خاص بالدايت كل الدكاترة قرت الكتاب ده كل واحد ماشي بنظام من الكتاب ده سيستم أنا بقى عندي اعتقاد إن اللايف كوتش هم أخدوا حاجة بقى كله سيستم دلوقتي في مصر أنا مش عايزة اللايف كوتش ده أنا عايزة اللايف كوتش ده بقى هو أي حد بيشتغل أي شخص هنا لازم يكون كرياتف فيها بذلك أنت بتاخد العلم وبتبقى كرياتف هتستمر وهتنتشر مش كرياتف خلاص وبعدين لازم يكون سرتفايل يعني عنده شهادة زائد إنه هو بيبان بلا ما بتعمل معاه أنت عندك تطور عندك تحسن أعرف يوصل للنقط اللي أنت عايز توصل منه مطلقي معك زهنيا أدري يفيدك فأنت بتعرف تحدد إنما دي متحددش من غير ما عرف يعني ما ينفعش أعرف أعمل حكم على حاجة من غير ما تعمل معاه تمام اللايف كوتش المفوضي بقى موجود فيه نوادي مثلا لا اللايف كوتش بتاع نوادي ده بتاع الرياضة اللايف كوتش دي كاتيجوريز كتير فيه شخصي أنا قصدي أساسيات بقى فيه حضرتك إيه من الكاتيجوريز؟ موجود في السنترز في السنترز في السنترز بتوصل معي عن طريق وليه بيبقى قنوات على اليوتيوب وليه بيبقى صفح على الفيسبوك طيب بيبقى ليه سنترز البوزيشن بتاع حضرتك في اللايف كوتش يعني إيه البوزيشن بتاع يعني حضرتك قدت من شوية دلوقتي قدت بتتكلم من مثلا اللعيبة اللي هم هي أه لا أنا واخد جينرال أيها واخد جينرال هو في ناس تاخد اللايف كوتشن جينرال بيبقى تدريب للمديريين يعني تدريب المهني أو للموضوع الرئيادات بس أنا بحب يعني اللعقات كده يعني فمفيش أي مشكلة عندي يعني في الموضوع مفيش تخصص معين يعني يعني أنت شامل كل لا يعني مش أول طيب هو مو كاللايف كوتش يبقى مخصص لمسلا سي من سن 18 سنة أو 19 سنة أو 19 سنة؟ هو اللي بيختاره على حسب برضو دراسته لأن اللايف كوتش لازم يكون درس علم نفسي ودي بتبقى كاتيجوريز يعني مثلا التعامل مع سنة المراقبة بيبقى فيه ناس متخصصة فيه أنت حضرتك كلايف كوتش بتشوفي أنت مبدعة في إيه؟ أو كرياتيب في إيه؟ أو نجحة في إيه؟ أنت حالك بتعرفي؟ أنت بقى نجح في إيه كوتش هادا؟ لا ده الناس اللي تحددوا مشانا مقدرش أتكلم مع طب أنا متعاملتش مع كوتش حسن وبسأله إنتا الحتة بتاعتك فين؟ لأ أنا مقدرش برضو أحكم طب حابب نفسك في إيه؟ يعني في الكيس اللي جات لي التحفيز إن إزاي حد يعرف هدفه إنه يتخطى حاجة صعبة حصلت له يعرف يتعامل مع الناس إزاي؟ تأهيل نفسي بس ده ماهوش علاقة بالطب النفسي ده قصة أو ده قصة؟ التأهيل النفسي اللايف كوتش بيبقى مراحل عمرية يعني مثلاً هذك بتقول تأهيل نفسي مثلاً هو مش تأهيل نفسي هو تحفيز تمام يعني مثلاً يجل هذك سن معين ما يجيش سن أكبر على حسب لا على حسب على حسب فيه ناس بتحب تتعامل في سن معين وفيه ناس انت عادي بس طبعاً هو أخطر حاجة الأطفال والمراحقة ده لو هو مش تمام في الموضوع ده لا يبيد عنه يعني لأن دي انت بتتعامل مع ناس لسه بتبدأ حياتها لازم يكون دارس وعرف كويس دي فترة صعبة جداً وطبعاً كل أمة ممكن تكون بتشوفنا دلوقتي محتاجة تعرفها زي تتخطاها مع ابنها أو بنتها تتخطاها بالتفاهم وعنف لا وتحاوله كأنه شخص كبير ولازم تسمع منه صاحبه وتحتويه وتحتضنه لأنه هو عايز احتواء واحتضان وعايز حد يبدله الفكر في الحالة دي هو شاف إنه هو كبر وإنه هو يقدر يسيطر على كل حاجة فلو ملقاش الاحتواء ده من أهله هيدور عليه برا مع أصدقائه مثلا ممكن يقع في حد مش تمام بنته ولد نفس اللي حامله هنا حامله هنا هي البنت بيبقى الباباها أكتر يبقى أصدقاء أكتر يخرج معاها يتفسح معاها يملى الفراغ ده عشان هي عايزة سند عايزة جنس مختلف عن النوع بتاعها ها وطبعا الولد برضو بيبقى مثلا ساعتها مامته مش قوي لأنه هو شايف إنه مامته برضو حبيبته وهي المربي ها هو عايز برضو بابا برضو يركز معه عشان يفهمه بس هم اللي تتعاملوا معاه على أساس إنه أنت كبير مسؤول يعني افتح قلبه ليهم عشان ما يخبيش عليهم حاجة الاحتواء واحترام الفكرة معلش برضو كنتش بيبقى الولد مثلا شايف إنه هو ما يقولش كل حاجة بيبقى سره مع أصحابه اللي برا أكتر ما ما يقولش كل حاجة عشان هو ما يستني التعنيف انت أخذت وقاب كبير قد كده ما فيش والله تعنيف ولا حاجة وبردو نفسك لو اتكلمت معاه وصاحبته واصلده برضو بتعوديه من صغره على كده لأنه هم بيبقى عندهم ذاكرة للموضوع ده أنا عملت حاجة مثلا غلط وتعقبت عليك عقاب كبير قوي بعد كده لما غلط لا مش هقولك أخبى عليك فهو احتواء بس هو مثلا قال لي مرة ومرتين ما عاكبتش هو لسه بقى الباطن عنده مخزن ان انا كنت بعمله زمان مثلا ممكن ما هي ما بتجيش مرة واحدة انا كنت يعني قافش عليه وبعد كده بقيت تمام معاه فهو هينسى لا لا فيه تجربة ما هي طبعا بتفرق معاه اه بيفضل مخزن بقى ما هو ده اللي انا بقول الحاجة هو هيعايز حد ياخد رأيه لو ملاقهاش في البيت ومن غير تعنيف وبتفاهم هيجع لبره وهو اصلا لازم يتدرب الولاد لازم يتعلمه ان هو يبقى مع حد كبير يعني ياخد رأيه حد كبير ما ياخدش رأيه حد من سنه يعني لازم يفهم ان انت خبرتك برضو عشان تاخد خبرة احسن يبقى حد يعدى بالموضوع ده قبل كده هيفيدك اكتر احيانا بلو ما محتاجين نجرب يا كتر عشان اتأكد ان كلامك كبير ده صح وممكن يطلق غلط فاثبتلو ان نناله صح نجرب ايه المشكلة؟ تجربة ما فيش مشاكل بس في الاخرى هيرجع يحكيلك لاندو اصدقاء اصدقاء فرنس بزبط طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع مع كوتش حسن نشوف ازاي هو بقى بيقدر يتعامل مع اي شخص معرفوش قبل كده بيقرزي ابقوا معا نطلع فاصل ونرجع لكوتش حسن موسيقى ورجعنا لكم تانى مع لايف كوتش حسن وطبعا كلنا مستمتعين معاى ومعا كنامه تفضل يا كوتش تفضل يا فاني اه قبل الفصل قمت بكلم انت ازاي بقى بتقرى الشخص اللى قدامك لأول مرة بتعود معاى ده بيبقى اه عن تحليل المواقف بأسأله بالأسئلة هو أهم حاجة في اللايف كوتش أنه يسأل الأسئلة صحة المفترض اللي قدامك مش بي تكلم سيكت طبعه كده يعني أنت مثلا تسأله هيرد هتيت تستنى منه مناقشة لا ما هي الأسئلة الأسئلة بحلل منها وبعرف الحاجات اللي هي المفروض نمشي عليها الخطوات نعمل إيه الكلام ده المشكلة اللي عنده شكل الأسئلة بتكونين كده عادي أسئلة على حسب كل كاتجوري يعني على حسب كل حالة هي اللي بتحدد الأسئلة كنتش حسنا الحسن أنه أنا بجيب منك الإجابة بالعافية يعني لا أنا ما قدرش أنت حتى أهمك طبعا لا أسألس طبعا أنا أسألس جدا الحمد لله طيب المقابلة الأولى بينك وبين الكيس أو الكلائن طبعه إزاي اللي هو أنا بعرف إيه المشكلة بتاعته أصلا يعني هو عايز يوصل لإيه أو إيه التحديات اللي عنده ودايما الناس بتسميها مشكلة هو الكلمة دي مش يعني بحباش أنت لما تقول لحد أنا عندي مشكلة فبتبقى تحس أنها كبيرة أو متحلش لو قلت أنا عندي تحدي بتبقى حاجة جميلة وأنا عايزها تخطى فيبقى سهل جدا أنه تخطى الموضوع ده حتى اللفظ الألفاظ بتفرق على فكرة في مسمية الحاجات لما أنا أقول على حاجة أنها مشكلة لأنا بكبرها وابقى صعب أن أنا أخططها إنما لو قلت تحدي زي الجيم زي كده أنت لما بيحصل مثلا بتلعب جيم وبتقع كذا مرة بتحدي أنت عايز تكمل وبتكمل في الجيم فلو كل حاجة بتحصل لك قدامك بتاخدها كأنها تحدي بتخطها سهل جدا بس بيجي عليها وقت بازها وبسيبها ولما برجع عليها تاني بكسر فيش مشاكل بكل طريقة طريقة طيب الوقت بيستغرق قد إيه في الجلسة الجلسات بتفرق برضو حسب كل حالة طبعا ساعة يعني مش تسعين دقيقة ساعة ساعة ونص تفرق تفرق من حد لحد حاجات دي بتبقى تبقى نفسه طيب حاجة حالة فيه يا جماعة حالة اتعلم اتعاملت معاها ويعني بصك بالنسبالك فرق كبير جدا إن هي اتغيرت كنت موسوط كتير الحمد لله حصل كتير بس هو طبعا بروفيشنال لأ بروفيشنال ما ينفعش أحكي عن أي حالة بس أنا حصل لي بس حاجة بالنسبالك صعبة جدا ولوها اتغيرت فعلي حصلت معايا كنت مبسوط جدا وسعيد جدا لأن أنا قدرت أخلي حد مبسوط واتغير ونجح ووصل له هو عايزه ده شعور طبعا لا يقدر بتامن اتعلمت بنا أفادت ليك في حاجة؟ طبعا أنا بتعلم من الناس كلها هو أنا لو حطيت في المناغي إن أنا موجود هنا في الكيميونتي في المجتمع ده عشان أتعلم مش عشان مهو مهو يعني يعني ما عادش أبقى قاضي على اتصرفات الناس لأ أنا شوف الناس تعمل إيه ويشوف اللي يسلح معي واتعلم منه عشان أتقدم ما هو أنا بص لنفسي كنتش حسن كنتش معنا اتصال؟ خدل ألو ألو اتصال عاود الاتصال بنا تاني مستنينك أستاذ رمضان تكلمنا تاني طبعا كنتش حسن إنت تكلمت مع هودة دلوقتي وتكلمت مع ندا أكيد قارتهم عن هوا فيه؟ إديني حاجة ندا وإدي الهدى حاجة طبعا أبدأ أنا ما خاينفعش أخلي حاجة ليه أنا شخصية الضغط كده أنا بقول كده حاجة شخصية ليه لا أجل دا أنا أريد أعرض لا ما أقولي بعدين ليه بعدين؟ عادي أنا أحب ما أحبش أشتغل أخيو مثلا أو ما أحب أخيو أستاذ رمضان رجاء تاني معنا أهلو؟ أم عليكم عليكم السلام أحب أخبا أزاي كيسس رمضان؟ مرحب ليسي أحنا طبعا نشأنا بيئة عادية كان أبونا وأمونا يعني طبعا أميين وتعلمنا بمدارس الحكومة والحمد لله قدرنا نبدأ لكن إبداعتنا ترامت في الزبانة يعني أنا من عامتين من 1995 وأنا بكت في شهر في جميع المجالات لأن حوالت أنتقدت فساد طبعا رامونا وأنا وحاجت بالزبادة بذوقتي المفروض يعني عشان خاطر تدور على الإبداع الإبداع مش في كله مش في المدارس النابية والغيره الإبداع في الضمير لما يكون المدارس عند ضمير حيظل إنسان كويس لما يكون وعلى أساس نظيف هنبدأ أعاق ابن صالح في المجتمع نحن عاولين الضمير يرجع والأخلاق ترجع وشكرا طبعا يا سيد المدار رسالة حضرتك وصلت يا فاق بناديك صح لا طبعا الأخلاق ما هو هو الأمم والدول بتقوم على الأخلاق الأخلاق والقيم والمبادئ في خلل في الموارضة ما بتقوش يعني ما بتنجحش وما بتستمرش والموضوع فعلا زي ما أستاذ رمضان بيقول إن ما برجعش المدارس بقى أنت النشر أو ما درس لغات أو أو لا هي ثقافات كل حاجة ولها ثقافتها دعيتها بتاعت الكيام بتاعها هي ثقافات كوتش حسن إحنا معنا دقيقتين حضرتك تحب تقول إيه؟ نحن عايز أعرف حاجة تانية لو حد عايز توصل مع حضرتك الصفحة بتاعتي موجودة لايف كوتش حسن ذكري البيج لايف كوتش حسن ذكري أنا بقول إن إحنا ما ينفعش نستسلم ولازم نتحدى المواقف اللي بكلنا وإن أنا قاعدة دي مش آخر الدنيا ولازم أحط الهدف قدامي وأوصل له وما يبقاش عندي ملل ولازم يعني لازم أحط في دماغي أنا عايز إيه؟ وأوصل للهدف وما فيش حاجة تعطلني وما التفتش لرأي الناس لأن مالتفتش لرأي الناس لأنه هو برضو بيبص من منظوره هو السباح اللي بيكسب مش اللي بيبص على جنبه لأ فيه في السباحة فيه سباح لو بص على جنبه هو البص وراء وتبص على جنبي ده بيعطلني لأنه بياخد مساحة من تركيزي ومن عقلي لأ أنا عقلي وتركيزي أركز في اللي أنا بعمل أنا لو بصيت قدامي فاضلي أديه هاوصل قبل ما أبص الجنب آه تمام يعني ما خليش حاجة تعطلني وعندي ثقة في نفسي وأشتغل على نفسي كويس وحواطر من نفسي وكل شوية لازم أتغير التغيير ده بيبقى تمام آه أوصل لحاجات تانية جديدة آه لأن الـ comfort zone دي مش مش تمام يعني لازم أحط على طول لها توافع ويبقى بقسم الدنيا عندي مراحل أوصل لهدف لا ده مش أوصل لتاني وأنجح تاني شكرا يا كوتشي حسن تنورت عندي لمبة كانت مطفية بكلمة استنباح لي مشي تير نحن استمتعنا جدا مع حضرتك النهاردة وأكيد استفادنا جدا مع حضرتك النهاردة وأكيد مشاهدين برضو استفادوا مع حضرتك وقم ترجع عندي هودا من سنتين تشعر شرب شكرا 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 إن شاء الله يوم الثلاثة جديدة حلقة جديدة مع هودا ونادى حكاونا بالمصر شكرا شكرا